اللجنة الدستورية بإنشاءها بإعلان عن تشكيلتها ولائحتها الداخلية تعتبر خطوة مهمة ومنعطف في العملية السياسية خلال الفترة الماضية شهدنا بأن النظام اتبع استراتيجية واحدة فقط لا غير هي التعطيل في العملية السياسية والاستمرار بالعمل العسكري بارتكاب الجرائم لحسم المعركة وفرضها على طاولة المفاوضات كمخرجات أو من دون طاولة مفاوضات كوقاع تعتمد في الحل السياسي الآن وبعد كل هذه الجهود الدولية التي بذلت لإنجاح اللجنة الدستورية وبعد أيضا الدعم الذي تم التوصل إليه في مؤتمر أو في اجتماع أنقرة الأخير القمة الرئاسية التي أعلنت خلالها عن تأييد إنشاء اللجنة الدستورية بجهود تركية واضحة وموافقة روسية وإيرانية وأيضا بشكل موازي في الدعم الذي شهدناه من أطراف الأخرى في المجتمع الدولي والمجموعة المصغرة وبجهود من الأمم المتحدة بدأب وعمل طويل ومضني وشاق بذلته المعارضة خلال الفترة الماضية أعلنت هذه اللجنة ما معنى هذا الإعلان؟ معنى هذا الإعلان هو إفشال مخططات النظام وإعادة إحياء العملية السياسية مرة ثانية لتكون بوابة للحل السياسي ولبحث كافة المسارات وعلى رأسها موضوع هيئة الحكم الانتقالي الانتقال السياسي هو المطلب الأساسي للشعب السوري وبالتالي الآن بحث القضايا الدستورية يعتبر نافذة لهذه النقاط وباتجاه آخر أيضا إعلان اللجنة الدستورية وبدأ عملها سيشكل منصة للمطالبة بتنفيذ إجراءات بناء ثقة إطلاق صراح المعتقلين وأيضا منع استهداف إدلب وهذه المناطق وكما شهدت المعارضة كانت واضحة في كل تصريحاتها ورسائلها الموجهة للأمم المتحدة بأنه لا يمكن بالتوازي مع اللجنة السورية أن يكون هناك عملية ضد المدنيين في إدلب وبالتالي هذا يضع المجتمع الدولي يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية حماية هذه العملية باتجاه تنفيذ القرارات الدولية 22-54.5 بشكل واضح في بندو الخامس بأن العملية السياسية يجب أن تتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار وهذا ما نسعى إليه خلال ذلك تشكيل اللجنة الدستورية عن معناها تشكيل اللجنة الدستورية بالتوازي ما بين النظام والمعارضة تشكيل اللجنة الدستورية بإشراف الأمم المتحدة يدلل مرة ثانية بشكل عملي بأن النظام لم يعد يتمتع بأشرعية القانونية الكافية ليحكم سوريا الشرعية الآن بشكل واضح هي متنازع عليها ما بين النظام والمعارضة وأطرف ثالث وأيضاً يعني كنا نقول سابقاً بين النظام فقط شرعيته وشرعيته منقوصة إن لم تكن منعدمة لكن هذه أول مرة بشكل عملي يقبل فيها النظام تحت الضغوط التي مرسد عليه دولياً بأن ينفذ هذه الإجراءات وفق هذا المضمون وبالتالي أهم فئة العملية بأن اللجنة الدستورية بإنشاءها بهذا الشكل تجسد روح وفلسفة بيان جنيف الذي يهدف بالنتيجة في العملية السياسية إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي بالتوازي بالتوافق والتراضي المتبادل ما بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني وهذا يعني الآن بإعلان اللجنة الدستورية وشكل حالة عملية وإنشئة هذه اللجنة وفق ذات الآلية وبالتالي هي تؤسس لما بعدها هيئة التفاوض ومن خلال اللجان المشكلة من قائمة المرشحين للجنة الدستورية من طرف المعارضة حضرت أوراق كافية بكافة فصول ومضامين الدستور وستم تتم مناقشتها واعتمادها بالصيغة النهائية كوجهة نظر للمعارضة مطروحة للنقاش وكذلك الأمر التكتيكات التي يجب أن تتبعها لإنجاح عمل هذه اللجنة الأسبوع القادم تلقى أعضاء اللجنة الدستورية دعوة من الهيئة العلية للمفاوضات من هيئة المفاوضات السورية ليكون هناك اجتماع طويل مدة أسبوع لبحث ومنقشت هذه القضايا للبحث أيضا ليس فقط المضامين أيضا عن الإجراءات النقاط الشكلية طريقة عمل هذه اللجنة طريقة طريقة اختيار الخمسطع الشخص المشكلين في لجنة الصياغة وطريقة أيضا اختيار الرئيس المشترك من طرف المعارضة لهذه اللجنة ترجمة نانسي قنقر شكرا